السلام عليكم ازيكم وعمدني يا رب اكونوا بخير معكم يسف الشبراوي والنهاردة فيديو جديد من سلسلة شروحات الشبراوي قبل ما نبدأ الفيديو تنسى الشراء تحت على زر اللايك وتشترك في القناة عشان نفصل لك دايما كل فيديوهاتنا اول باول. النهاردة هنتكلم على حاجة مهمة جدا قبل ما تشتري شاشة استراض كده وهو الضمان. الضمان لما بتروح تشتري شاشة استراض ايه هي فترة الضمان? ايه الايوب اللي ممكن تظهر? وايه هي العيوب اللي ممكن ترجحها جوة الضمان? وايه اللي ممكن ما بترجعش? وهل لو عدت فترة الضمان ممكن بكلم التاجر ولا لا? كل الحاجات دي هنتكلم فيها ان شاء الله عشان الناس اللي هي هنا بتشير شاشة استراض في فترة الجاية تبقى برضو ارفت كل حاجة قبل ما تروح تشتري الشاشة. اول سؤال. فترة الضمان بتبقى الدقيقة. فترة الضمان ما بتبقاش ثافتة. لان منتجات الاستراض بتختلف من منتج لمنتج اخر. وبتختلف من تاجر لتاجر تاني. ممكن يكون فيه تاجرين بيبيعوا نفس المنتج لكن تاجر بدي ضمان وتاجر ما بيديش. فقى كلمة ضمان او اقول لك ضمان معين او فترة معينة فدي حسب كل تاجر. اهم حاجة في التاجر ان هو يلتزم مع فترة الضمان. يعني هو اديك ضمان يوم يبقى يلتزم به. اديك ضمان شهر يبقى يلتزم به. اديك ضمان خمس سنين يبقى لازم كل تاجر يبقى ادي كلمته وللأسف ده بينقلنا ان في بعض التجار للأسف الشديد مش معظمهم لكن بقول في بعضهم بتلاقي بيقولك مثلا الحاجة دي على ضمان سنتين او ضمان سنة وهو لأسف وقت ما بيحصل حاجة ولا مشكلة بتلاقي يهرب من الموضوع فبش عايزك تفرح قوي بموضوع الضمان اللي هو الكبير ده لان هو بش حاجة تفرح يعني ما احترام مفيش تاجر يضمن منتج سنة انت هو الشركة مصنعة ده شركات كبيرة مصنعة بتدي ضمان سنة ولو حصل مشكلة اصلا بتلاقيهم بش عارفين يحلوا الموضوع فما فيش تاجر هيدي ضمان سنة ويكون ان هو بقى ضمن ان هو يحلها لك او هو يبدل لك الشاشة في السنة الكلام ده بصراحة انا ما باقتناش به لان كل تاجر بيبقى اخذ من المستورد وحتى المستورد بياخد ضمان من بره فالدنيا كلها لها فترات معينة ما فيش حاجة اسمها سنة دي طيب برضو عشان نبقى صرحة مع بعض فيه فعلا الناس بتدي ضمان سنة بيبقى ضمان حقيقي بس اللي هتلاقي ضمان ده يعني مش عايز اقول برضو كله خلينا نقول لبعض الناس بتلاقي منديك الحاجة بضعف ثمنها اللي يكون مثلا الجهاز بيبقى ب1000 جنيه هبيعوا ب1700 ويديك ضمان سنة بحيس ان هو بيبقى معاوض جزء من المبلغ لو حصل اللي قدر الله مشكلة الحاجة بيبقى كده كده معاوضها في ايه ان هو اخد مكسب زيادة على سعر المنتج انا طبعا بس ايه حاجة بقول بعض الناس باش عايز اجمع عشان ما يبقاش كلامي عام ممكن يكون فيه شخص محترم ممكن لكن احنا بنتكلم بالمنطق تمام فترة الضمان انا بدي احد مصيحة بقوله لو تاج اللي هيبقى لك ايه منتج استراض باش بيديك ضمان خالص ما تشتريش بلاش حاجة ما غير ضمان خالص الضمان المعتاد او المعترف ما بين كل الناس بيبقى ضمانه 14 يوم ممكن تلاقي احد بيدي شهر واحد بيدي شهرين لكن المعترف هتلاقيه على الاستراض 14 يوم هتلاقيه فيه حاجة ضمان اضواء على حسب المنتج ذات ناس نفحتي ليك لو انت بتشتري حاجات غالية في الاستراض سواء لاب او كيف او كده حاول تاخد ضمان شهر ده اقل حاجة حاجة كويسة انما مثلا من منتجات الاستراض تانية حاجات بسيطة فالامور بتمش عليها انما لو انت بتشتري مثلا بعشر تلاوز جنيه حاجة تاخد ضمان ثلاث شهر اللي تجرب به الاب ده الغالي ده وتشوف الدنيا بتاعته ففترة الضمان مختلفة ما بين كل تاجر وتاجر تاني فانت من حقك تفقل وتشوف افضل تاجر يديك فترة ضمان وتكون متأكد ان التاجر ده يعني صمعيته كويسة مع الضمان او خطبة ما بعد البيئة ندخل لتاني حاجة وده الجزء بتاعي في الشاشات طبعا كل حاجة في المنتجات الاستراض سواء لبات كوروة شاشة الليها ضمان وهي يتضمان على الحاجات وطبع عادة الضمان بتلغي من عليها اللي هو بيباسوق الى الاستخدام والكلام ده كله بس ان هتكلم عن الشاشات لان انا مليش اوفي الكلام التاني ومعرفش لو كانت الضمان ثانية انا هتكلم على جزء الشاشات بس هتكلمك على كل العيوب الممكنة اللي ممكن تقابلك لو انت اشتريت شاشة الستراض وبرضوا لو اشتريت اشتريت شاشة الجيدة ممكن اي عيب من الغيوب ده يقابلك فاخدها كده برضو على المنتجات الجديدة برضو. على الشاشات طبعا. الحاجات اللي بهاقولها دي بتحصل عن تجارب يعني مش ناس بيحصل مع المشكلة دي فانا هقولك انا مسلا بحلها ازاي وممكن التاجر يحلها ازاي عشان الكلام برضو بوقت نظر اي تاجر. رقم واحد لو حد اتصل بيا يا يوسف ده انا خدت منك مثلا شاشة من اسبوع ولايت فيها خربوش. هنا بارجع لحاجة. انا فرزت الشاشة معك ولا نفيت. فرزنا الشاشة فكده مليش دعوة. لان انا كده كده فرزناها فبالتالي الخربوش ده من عندك. نفيت يعني بقول العذر يمكن ما كناش خدنا بدنا يمكن تكون فيها يعني ديت هالو فعلا كده فبراح دماغه وببدل له الشاشة. لو هو فانا حاجة هتدايقه يعني. الخدش بيأثر على الشاشة ولا اسوال ده بتسير كتير ولا بيأثر الحاجة يا جماعة. الموبايل بتاعك ممكن بتخدش على سكيلناهم برا ما فيش اي اثر ولا اي حاجة. في ناس بدل دقائعي فبدل ماشي. بس لو انا فارز الشاشة عندي. ما بارداش طبعا اعمل لعملتي الاسوب ده اللي انا فرزتها. فبالتالي هي مش مخطوشة عندي وانا مسلمها فرزة اول. ممكن تجار تانية ما تبقاش فرزتها وما ارداش. فزي ما بقول لك كل حاجة بتبقى على حسب التاجر ذات نفسه. نيجي الثاني حاجة. الديت بيكسل. خلناها متوفقين انك انت لو بتشتري شاشة جديدة عشان نسبة الصدر من الموضوع ده. لو انت طلع فيها ديت بيكسل. ايه هو ديت بيكسل اللي هسيبه لك عام بجرابت بقى نقطة صودة ماتت في الشاشة. لو انت رجحت للشركة وفي ديت بيكسل ظهر في الشاشة مش هيردو ياخدوها منك. لو انت شارك دي ده مش استراد. وهيقولولك على الاقل يظهر خمسة ديت بيكسل عشان ترجحها. او عشان يبدلوها لك بالشاشة تانية. طب سوء الاستراد بيتختلف جدا من تاجر لتاجر تاني. ممكن تاجر بكل بساطة يردو ياخدها ويبدلها. انا صراحة لو واحد داني مضايق وحاجة زي كبا بديها لو ما بتفردش معي قوي. ممكن تاجر ما ارضوش. في بيبقى مفيش قاعد عامل ان كل تاجر بيبقى لي نظامه. وليه يعني العميل بتاعه هو بيحب يراحه وفيه تاجر لا اهم وانه هو مثلا لا انا خلاص بيعتمل ليش دعو بقى زهر فيها ديت بيكسل ديت بيكسل بيزيد. تمام؟ بس هو ما بيزيدش على طول. يعني فيه نظامة متخيلة ان انا ظهر لديت بيكسل. ديت بيكسل ده تبقى نقطة ماتت في الشاشة دي بتبقى حاجة بسيطة جدا يا جمع عشان بس فين لذب اتخيل ديت بيكسل نقطة كبيرة لك ده هي نقطة بيكسلية ماتت في الشاشة. يعني عن تجربة انا كان اخويا مع الشاشة فيها ديت بيكسل انا كنت جابه له يعني فيها ديت بيكسل عادي يعني هو بيلعب عليها وكده قعدت 8 شهور وظهر فيها ديت بيكسل تاني فتمن شهور كاملين في لازل بتقول لي ظهر بعد 6 شهور يعني قضي ان ديت بيكسل ده مش كل يوم هتوم من دوم تلاقي يظهر لك واحد لا ده هو بيجي جي ببين كل فترة كبيرة وفترة تانية فالموضوع بتاع ديت بيكسل ده لأ متروح جدا يعني فبرضه مدايق وعايد ستكلم كلم التاجر بقى وانت ونصيبك مع التاجر اللي اشتراها منك نيجي لتالت حاجة تالت حاجة دي بتبقى ثوق فرزي يعني مثلا على سبيل المثال انت تشتريت شاشة من تاجر ليكن مثلا ان هي فيها عيب بش خربوش عيب بقى يعني مثلا ليكن ديب بيكسل انت لسه شرفة ديب بيكسل شادو اي حاجة بس انت ما فرستهاش هناك او ما خدتش بالك وانت بتفرزها دي من حاجة ترجحها يعني انت من حاجة مدام ده عيب في الشاشة بش مثلا اتخذشت منك والحاجة من حاجة تماما انك انت ترجحها نجي رابح حاجة واي عيوب الصناعة بكل اشكال هذه ان الشاشة مثلا تلق قطعت شاشة لها قفلت للدات اي حاجة يعني اي بصناعة في الشاشة بتنفسه قفلت بشكل عام وحصل مشكلة فيها طبعا من حاجة الكامل انك انت ترجع الشاشة خلال فترة الضمان طيب نيجي بقى الاخر حاجة ودي انا خليتها في الاخر دي بالنسبة لي دي اه في الشاشات يعني تخلي ناف كتيرة جدا متلغبطة وفي ناف كتيرة جدا بتصدم من حاجة زي كده وهو الخط الخط اللي بيظهر في الشاشة انا هكلمك على الخط ده زي بيظهر وايه اصلا سبب ظهور وكل حاجة عش العشان ايه انا بحب اقفل الموضوع كده كله من اول واخرو Last of us go. طيب مبدئيا الخط جوها الضمان ولا بر الضمان الخط بر الضمان لماذا ان الخط بر الضمان لان هو بيندرج تحت سوق الافتخدام ولكن الخط بيظهر بسبب ايه كل الشاشة انا هكول اشرح لك من في الموضوع كده من اول خالص عشان الناس يوم في فاهمة خط ده بيظهر اسفل الرهيب كل شاشة بنتتط� بالتحت كده فالفريم انا هك آمل اوضح كدا في كل الشاشة من تحت هنا في الحيطة بدسابكت كده اسمها فلاتة في الجزء ده كله. وبيبقى فيها في كامل الدوران كده حاجة اسمها كفات. الفلاتة اللي هي في الشاشة من تحت هنا. دي مسؤولة عن تنظيم البيكسلات بصورة عمودية. البكسلات مترتبة تحت بعضها. فالفلاتة مسؤولة وهي محطوطة من تحت كده انها ترتب البيكسلات فوق بعض. فبالتالي تظهر الصورة بكسلات جنب بعضها. في بكسلات من جنب ومن فوق عشان تظهر لك الصورة بشكل كامل. لو الفلاتة حصلها خلل وهلو يدوتي بيحصلها خلل ازاي? بتبدأ ان هي مثلا جزء منها حصل فيه خلل. فالبيكسلات اللي هي بالصورة العمودية اللي تحت بعض الفلاتة حصل فيها خلل في المنطقة دي. فبقيت جايبة خط. الخط ده معناه ان هي بشارية في الحتة دي. فجايبة خط بالطول كده مسلا او خط بالعرض لو لو الجزء ده الفلاتة حصلت فيه مشكلة او كفات هنا فبتجيب لك خط بالعرض كده وده معناه ان الفلاتة هنا بشارية العمود بتاع البيكسلات ده. عشان كده جابة مكانه خط. معنى كلمة الخط او اللاين اللي هو ظاهر ده ان هي مش عارفة تقرأ البكسلات الموجودة على مدهار الخط ده. تمام? طيب ايه اللي يخلي الفلاتة يحصل فيها خلل? رقم واحد انها تضخبت او تتصدم. في ناس بتقول مثلا دي شاشة فليمة لما بيسألين انهم مش شاشة متاجر مثلا حصل فيها مشكلة زي كده ده ان الشاشة عندي فليمة بس لقيت فيها الخط. فالفلاتة ممكن تضخبت. الشاشة دي هي فليمة ممكن تضخبت من تحت كده الفلاتة تهفزت من مكانها. فحصل الخط من غير ما الشاشة اصلا يحصل لها حاجة. الفلاتة حاجة والشاشة حاجة. والكفات برضو حاجة تانية. فهنعتبر مثلا الفلاتة تخبطت. طيب الخبطة او ان الفلاتة تخبطت دي بتبقى سهلة شوية. ليه لان تسهلة شوية? لان ممكن تتفتح وممكن تكون الفلاتة مهزوزة من مكانها. وبمقرد انك انت بتضغط عليها وبتثبتها مكانها تاني بيختفي الخط. فدي بتبقى سهلة جدا. تاني حاجة ان حد بيروح وبنبه حلقة كتيرة جدا لنقطة دي. لا حد بيشترين عندي شاشة. اوعى ترش شاشة او تنظفها وهي وقفة بالشكل ده. ناس كتيرة جدا بتوعف النقطة دي. المصيبة ان الخط المشكلة بتحصل دي بتحصل بعد فترة. ليه? انت بتيجي مثلا ترش مثلا مية ترش فوم ترش اللي انت عايزها عشان تنظف الشاشة. فبيبدأ السائل ينزل وانت بيشواخد بالك في حتة الفلاتة. فبيجي على الفلاتة يبوضها او بيتلي في الاماكن بيعمل اجسادة على الاماكن اللي نزلت عليها المية. فبالتالي ممكن واحد بيكون رشاها ما يظهرش الخط في وقتها لكن بعد يوم ولا حاجة ان هو ثاب المادة اللي هو رشاها نزلت وفضلت موجودة على الفلاتة عملت اجسادة. فبالتالي يصحى تاني يوم يتفاجئ بالخط بتاع الشاشة. فكده الخطة لو الفلاتة جاه عليها اي سائل ده كل الحاجات دي بتؤدي لظهور الخط. رقم تلاتة وهو مجرى الكهرباء. احنا اتفقنا ان هنا الفلاتة بتوزع العواميد البكسلاتة على الشاشة بشكل افق كده. فهنا بيبقى في حاجات بقى هنا عشان تكمل يعني الفلاتة هي اللي بتوزع الصورة. في حاجات هنا اسمها تيكون. التيكون دي بساطة جديدة هي بتبدأ ان هي تاخد يعني انا مش مش فني او عشان نشرح الحاجات دي قوي بس طبعا بحاول اوضح للناس هنا على قد ماقدر ان الفلاتة هنا هي بتوزع الصورة زي ما قلنا بالسلاب بشكل عمودي. التيكون هنا بيبدأ ان هو يكمل التوصيل. تمام? لو الكهرباء اللي قدر الله حصل فيها مشكلة. ساعات التيكون ده بيتلف. لو التيكون من التيكونات بيبقى مثلا فيه تيكونات موجودة في الاجزاء دي. فلو التيكون التلف بيحصل برضو الخط. التيكون برضو امره سهل ان هو بيتشاله وبيتبدل غيره بس هنا في مصر يعني بنقوله صعب شوية لان اصلا ما فيش بتوصينا عندهم تيكونات فعشان تلاقي تيكون انما ده بره سهل جدا يعني هما بيفتحوا يشيلو التيكون اللي هو تحرق او اللي حصل فيه مشكلة ويحطوا تيكون تاني وبتتصلح على طول. تثبيت الفلاتة ده من امر سهل جدا يعني اي حد بتوصينا بقى فيعمله. لكن لو لقدر الله بقى جيه عليها سائل امية وانت سبتها فببوز يعني الخط بيظهر وما روش اي حل. اتخبطت والفلاتة تهزت وتثبتت تاني ده ليه حل لو التيكون باز وعرفت تلاقي تيكون تاني ببساطة جديدة حل لان الخط تشيلو تاني. عشان كده مش هتلاقي اي حد بيبيع شاشات وبيدي ضمان على الخطوط. يعني الخطوط دي تعتبر بالزبط كده زي الكاثر. كاثر والخط معلهمش ضمان. وتلاقي ان كل الشركات بيزيز في الشاشات ما بتديش ضمان. يعني انت لو سألت اي تاجر اي تاجر تعرفه كده في الدنيا. اقول له انا لو اشتريت شاشة استراض هل هيخد ضمان على الخط? مفتحيل. هو زي ما وضحت لك كده كله بيطلع من سؤل استخدام. يا بيطلع من خبطة. يا بيطلع من الفلات تنزل عليها فائل. يا بيطلع من الكهرباء. عشان كده دايما بقول خليك في كابلات باور اوريجنال. بقول لك حاول دايما انك تحافظ على الشاشة ما تخلاش تتعرض لقل خبطة. واخر حاجة دايما بقول لك حاول لو انت بتتنظفها انك انت تشارها من الاعدة خالص وتتنيمها على دخلها. الحاجات دي كلها تحميك انك تبعد بعيد عن نقطة الخط دي. وبس كده ده كان الفيديو بتاعنا حاولت الملك اي عيب ممكن يابلك لو انت اشتريت الشاشة. وتعرف برضو ازبابها بتيجي من ايه? وهل هي ايه اثارها بعد كده? عشان تبقى انت فاهم الدنيا كلها. وحتى لو انت اشتريت شاشة وظهر فيها ايب لا قدر الله طبعا انت عارف هل هيب ده من عندك ولا الاعدة في الشاشة ذات نفسها ومن حاجة انك انت ترجحها للتاجر ولا لا. يا رب اكون فدتكم فيه. كان معكم يصف الشبروي. السلام عليكم وبركاته.